موسيقى السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد يارب تكونوا في أفضل حال في فيديو اليوم بنتعلم عن أساسيات الماسك في أدوبي بريمير برو للماسك استخدامات عديدة في البرنامج ممكن نستخدمه عشان نسوي بعض الأفكتس أو التأثيرات نفس لما نكرر نفس الشخص في الفيديو كثير نشوف هذه الفكرة مطروحة في الإعلانات أو ننقل شخص يمشي من مشهد في جبال وثلج الوسط المدينة والاستخدام الثاني الإزالة أو حذف شيء من الفيديو وبشي أقصد ممكن يكون شخص ممكن يكون سيارة جماد شجرة ممكن يكون ثابت أو متحرك أو التغبيش على لوحة أو اسم مبنى ما تبغى يظهر معاك في الفيديو أما الاستخدام الثالث لدمج الفيديوهات وهذه فقط بعض الأمثلة على الاستخدامات في فيديو اليوم بنتكلم عن الأساسيات فقط وفي فيديو قادم إن شاء الله بنشوف بعض الأمثلة والتطبيقات عشان ما يكون وقت الفيديو طويل خلونا ننتقل لبريمير ونبدأ في الفيديو بداية ندخل الفيديو للبرنامج أو الصور أو أي ميديا نحب ندخلها في كذا طريقة ممكن نجي للبروديكت بن ونضغط دبل كلك هنا ونختار الفيديو اللي نبغى ونضغط على أوبل أو بنقائمة فايل نختار على امبورت أو نستخدم شورتكت كنترول اي وأيضا في طريقة رابعة إنك تروح تستخدم نفس الفايل يكون مفتوح عندك وتسوي له دراغ على طول للبروديكت بن لو تحب تشوف الفيديو في الفيديو في السورس قبل لا تسحبه للتايم لاين اضغط هنا على هذا الايكون ومن هنا تقدر تتفرج على الفيديو وفي أيضا مجموعة من القرارات ممكن تستخدم إنك تسوي دراغ بس للفيديو أو بس للأوديو لو السورس ما هو موجود عندك أو الأفكت كنترول أو أي واحدة من هذه الويندوز ممكن تروح الويندو وتحط على صح على القائمة اللي ناقصة من عندك وأيضا ممكن لو في قوائم ما تستخدمها ممكن تشيرها من هنا أما لو تبغى تسوي ريسة الواجهة للبرنامج كاملة ممكن تروح للورك سبيس وتروح الريسة بعدها لو نبغى نسحب الفيديو بس الفيديو نسحبه كذا للتايم لاين بهذه الطريقة نسوي له دراغ أو لو ممكن حتى لو سحبنا الفيديو كامل بهذه الطريقة وبعدها نبغى نحذف الاوديو ممكن نضغط عليه ونسوي له في الماوس وبعدها نختار اند لينك ومن هنا نقدر نحذف الفيديو طبعا هذه مجموعة من الطرق لو أنت تبغى تستغني عن الاوديو لكن الماسك في البرنامج ما له أي علاقة في الاوديو وهو مرتبط بالفيديو من هنا نقدر نبدأ نشتغل على الماسك من الأفكت كنترول لو رحنا للأفكت كنترول ما رح يبان عندنا أي معلومة لازم نتأكد أن نختار الفيديو اللي نبغى نضيف عليه الماسك من هنا نبغى نوصل لي الماسك من الأوباسي عندنا هنا مجموعة من الاختيارات أو من الأشكال أما ألبس شكل تقريبا دائرة أو في 4. Polygon اللي هو شكل مستطيل وبعدها عندنا هنا الفري نقدر نرسم free drawing بشكل مختلف نجربها لو ضغطنا على الدائرة بيصير مباشرة عندنا هذا الشكل وبتطلع عندنا هذه الأختيارات بنتكلم عنها بالتفصيل ممكن نتحكم بعض من هذه الأختيارات ممكن نتحكم فيها من هنا وممكن أيضا نتحكم فيها من هنا خلونا أول جي نشوف من هنا من المونتر إيش ممكن نسوي نقدر في البداية نسحب هذه الدائرة للمكان اللي نبغى وطبعا الكلام اللي بنقوله عن هذا الشكل هو نفسه ينطبق على الشكل الثاني فنجي نسحبها مثلا لهذا المكان وأيضا ممكن نوسعها بهذه الطريقة من هذه الأربع نقاط هل معنى أنه بديت بهذا الشكل هو مجرد هذه النقاط اللي عندي أو الـ Controls لا نقدر نضيف نجعل هذا الباث وبعدها بيطلع عندنا شكل القلم ونضيف عليه أو البن وبعدها نقدر نسحب هذا الـ Point وعندنا بتكون هذه الـ Controls اللي موجودة في البن اللي في الفوتوشوب أو الإلستريتر ونقدر نتحكم بالشكل بالطريقة اللي احنا شايفينها مناسبة أو حوالين الشكل اللي بالفيديو نبغى نضيفه نحذف الماسك بأنه نضغط عليه ونسوي له Delete بهذا الشكل نسوي Controls لو حبينا نخفي الماسك بس أنه ما نسوي له Delete ممكن نجي على الـ FX هذي ونضغط على Toggle تكون هنا Off وهنا تكون On لكن لو تبغى تحذفه تماماً تحدد عليه بهذا الشكل أو لو تبغى تغير فيه مثلاً لو أنت جيت طرعت من الفيديو مثلاً لمست أي شيء ثاني وجيت هنا وتحاول تمسك الماسك لا هو بيحدد لك الفيديو لكن لو تبغى تغيره على الماسك بتحدد على كلمة ماسك من هنا وتبدأ تغير فيه بالشكل اللي ناسبك وبعدها لو جيت تفتحه بيكون بهذا الشكل ممكن طبعاً نضيف شكل بتحت الفيديو بحيث أنه ما يكون أسود خلونا نشوف بس الأشكال الثانية في البداية نحذف الماسك نضغط على نحدد عليه ونضغط على Delete بعدها عندنا هذا الشكل عندنا نفس الشي نقدر نضيف Points ونقدر نغيرها وممكن نسوي لها Rotate بهذا الشكل نقدر نضيف نقطة نسحبها نضيف نقطة نسحبها يعني ممعنى أننا بدأينا بشكل regular أننا لازم نمشي بهذا الشكل لا ممكن نزيد نقاط طيب هل ممكن لو أبا تراجع وأحذف واحدة من هذه النقاط ممكن نضغط على Ctrl ونحدد على أي نقطة نبغاها فكذا حتى لو شفنا شكل البنسل صار عليه الماينس بدل البلس لكن لو جينا كذا بيكون عليه شكل الزائد فنقدر نتحرك بهذه الأشكال بهذه الطريقة لو نبغى نحذف الماسك نحدد عليه ونضغط على Delete بعدها عندنا التول الأخير اللي هي الفري نضغط عليها ونحط النقاط اللي نبغاها مثلا بهذا الشكل طبعا نقدر نرجع ونعدل على هذه النقاط لو نبغى مثلا بس شكل الشارع هنا ما احنا شايفين بالضبط من الأشجار بس مثلا بشكل تقريبي بهذا الشكل نقدر نرجع ونحدد عليها ونسحبها للمكان اللي احنا نبغاها ونزيد Point لو حابين أو نعدل على Curve نزيد Point مثلا من هنا ثانية ونبدأ نسحب الكيرف ونضغط عليه ونسحبها ونحاول نكون دقيقين قد ما نقدر ممكن نحركه بهذا الشكل نسوي Ctrl Z نرجع زي ما كان فهذه الأشكال الأساسية اللي موجودة طبعا ممكن نحدد بدقة أكثر من كذا بعدها لو ما نبغى الماسك نضغط على Delete تخلونا نتكلم عن الأختيارات اللي بتبعن معانا في الماسك نرجع للدائرة مثلا عندنا هنا في مجموعة زي ما قلنا هذه الأختيارات نقدر نتحكم فيها من هنا ونقدر نتحكم فيها من هنا في البداية من هنا عندنا هذا الشكل نقدر نسوي Expansion من هذه النقطة اللي هنا وزي ما احنا عارفين حتى لو ما احنا شايفين احنا بالضبط ايش بنحرك بنشوف الرقم اللي يتغير فممكن نتحكم بال Expansion من هنا او ممكن نتحكم فيه من هنا اما اننا نقلل او نزيده بهذه الطريقة وممكن ايضا نتحكم في الفذر من هنا من هذه النقطة بهذه الدائرة نسحبها على فوق او على تحت باننا نقلل منها فها باول اختيارين ممكن نتحكم زي ما قلنا من هنا او من هنا وبعدها عندنا الأوباسيتي اللي هي الشفافية لو تبغى ترجع اي شيء للديفولت تجي من هنا تسوي له Reset زي ما كان تبغى تزيده او تنقصه تشتغل فيه بهذه الطريقة فكذا اما لو تبغى تقلل من الأوباسيتي ممكن تسحبها بهذه الطريقة لو تبغى تعكس الماسك فيه هنا عندنا Invert فبيعكس لك الشكل وهذه الأوباسيتي لنفس الفيديو كامل مو للماسك يعني لو جينا قللنا الأوباسيتي قللنا للماسك للفيديو نفسه مو للماسك فهذه مجموعة من الاختيارات اللي عندي اما بالنسبة للبلنت بيبان معانا لو كان عندنا فيديو ثاني او لو عندنا نفس الفيديو متكرر خلونا نجي ونضيف فيديو ممكن نضغط على Ctrl-I ونسحب هذا الفيديو نضغط على Open نحذف الماسك على هذا الفيديو الاول نضغط على الماسك ونسوي له Delete بعدها نسحب الفيديو الثاني للتايم لاين ممكن نجي نسوي له Drag من هنا عشان يكون ينتهي مع هذا الفيديو نحدد عليه وبعدها نضغط في الماوس رايت بحث انه تكون هذه الفيديوهات Get Back ونسوي له Scale نضغط عليه ونروح Scale Scale to Frame Size مثلا بهذا الشكل لو حبينا نسوي ماسك الشكل الولد اللي هنا ممكن نجي نضغط على الماسك ونحدد عليه بهذا الشكل وبعدها لو نبغى نسوي Feather ممكن نزيد الفذر حوالين الشكل كأنه ممكن يعني كانوا يحكي قصة أو بتحاول تشوف اللي يصير في الشارع من تحت ممكن نزيد أو نقلل من Expansion فمثلا لو كان عندنا بالشكل مثلا مناسب فصارت دمجت هذه الفيديوهات بهذا الشكل وطبعا ممكن اتعدل عليها وممكن نتسوي بنفس الفيديو لو جينا وحذفنا هذا الفيديو بعدها لو تبغى تسوي duplicate لنفس الفيديو ممكن تسحبه عادي أو ممكن تضغط على Alt وتسحب على فوق نضغط على Alt ونسحب الفيديو فكذا كررت الفيديو ممكن مرة ثانية لو تبغى تضيف تراك ثالث بس اسحبه للمكان الفاضي فبيضيف لك ولو زودت تراك مثلا جينا زودنا خامس ونبغى نحذفه نحذف الفيديو بعدها نضغط على التراك نفسه ونضغط على Delete ونضغط على OK فحذف لي نضغط على Delete نضغط على Delete وOK فحذف لي اياه فكذا صارعت عندي ثلاثة فيديوهات أربع فيديوهات فوق بعض نبدأ نشتغل عليها نحدد على مثلا الفيديو الأول ونرسم عليه ماسك ونحطه هنا طبعا ما راح يباني الأفكت لأنه فيه فوقه في فيديو فنجي مثلا للثاني ونزيد ماسك صار عندي هذا مثلا في النص نروح للرابع ونضيف أيضا ماسك للشكل بهذه الطريقة طبعا بما أنه هذا الفيديو أيضا موجود ما راح يباني بس لو جينا وقللنا الأوباسة لهذا الفيديو صار عندنا هذا الشكل وممكن أيضا نرسم شكل ثاني على هذا الفيديو بس هذه مجموعة من الأشكال أو التأثيرات اللي نقدر نسويها وممكن أيضا نشتغل في الماسك بأشكال ثانية أو نسوي أنميشن نحذف هذه الأربع فيديوهات نرجع للفيديو الأول نرجع لأوباسة الـ 100 وبعدها لو حبينا نسوي أنميشن ممكن نشتغل على هذا الشكل نضيف نقاط بحيث أننا نسوي أي شكل أورغانيك حوالين هذا الشكل يعني لما تحس أو تسوي شكل مناسب يعني بس سويت شي راندم وبعدها ممكن نزيد الفذر مثلا شي بسيط ونزيد الأكسبانشن شي بسيط فنجي هنا عندنا بداية الفيديو هذه المعلومات اللي موجودة لو جينا شغلنا ما رح يتحرك لكن لو جينا وحطينا بداية الفيديو وضغطنا هنا على التغل الانيميشن ولا الفذر ولا الأوباسيتي ولا الإكسبانشن بعدها نقدر نجي نحرك الفيديو مثلا من هنا ونزيد الفذر ونزيد الأوباسيتي أو نقللها بما أنها كانت 100 وبعدها الإكسبانشن ممكن أيضا نقللها بعدها نجي من هنا نروح للمكان ثاني ونزيدها أو نقللها يعني بالأفكت اللي تحب تسوي وبعدها تجي مثلا مرة ثانية على نهاية الفيديو وتزيد أو تقلل تنقصها مرة ثانية تزيد بعدها صار سويت أنيميشن لو جينا وشغلنا الفيديو في بيتحرك بهذه الطريقة طبعا الخطوات جدا بسيطة لو تحب تتعلم على الأساسيات البريمير في فيديو كامل مدة تقريبا 40 دقيقة هو على هيئة كورس بس فيديو طويل في أهم أساسيات البرنامج ظهر لك الآن رابط الفيديو على الشاشة وحطيت لك هياء أيضا في الوصف لو تحب ترجع له الآن لو تبغى تحذف أي من هذه النقاط ممكن تحدد عليها وتسوي لها delete وترجع بدون أنيميشن بهذا الشكل عندك الماسك كامل لو حبيت ممكن نحذف الماسك كامل ونرجع ممكن تسوي شكل ثاني وترفع الفيديو على فوق لو حبيت تحط مثلا ماسك لو ما تبغى أنها تكون خلفية سودا نحذف هذه الدائرة ونرسم أي شكل مثلا ماسك بشكل واحد ممكن نضيف شكل ثاني مثلا على نفس الفيديو ونسحبها على هنا بس ما تبغى يكون الفيديو مثلا أو شاشة تكون سودا ممكن تسحب الفيديو على فوق وبعدها تضيف بس ما تكون ضغط على هذا التراك وتضيف مثلا شكل من الأشكال ترسم مستطيل حوالين المكان تخلي المستطيل على تحت لو حبيت وتسحب ويكون على طول الفيديو بعدها تغير لونه ممكن نتحدد عليه وبعدها نضغط على الشيب تقريبا إحنا رسمنا نحذف واحد منهم بس نشتغل على هذا الشيب وبعدها نغير اللون نضغط على الفل نختار أي لون إحنا نبغى أو ممكن حتى نستخدم من ألوان الفيديو مثلا ناخذ هذا اللون أو هذا اللون مثلا نضغط على أوكي فكذا ما صارت الخلفية سودا وصار الفيديو بهذا الشكل وممكن تضيب فيديو ممكن لو حذفت هذا الشكل ما تبغى تيجي من هنا على مكان فاضي وتضغط تروح لنيو وبعدها نيو آيتم وتختار فيديو تضغط على أوكي بعدها تسحب هذا الفيديو اللي هنا ممكن طبعا يكون طوله كامل تعدل للطول يأسس تكون 2 فيديوز نفس الطول وبعدها تروح للأفكت وتختار في أفكت اسمه تنت مثلا تسحبه على هذا الفيديو وبعدها تروح وتغير لونه يعني لو تبغى لون ثاني أو تاخذ من ألوان الفيديو مثلا هذا اللون نضغط على أوكي فصار اللي وراه فيديو بس لو هو ما يتحرك أو ما رح تكتب شي على هذا الفيديو يعني ما فرق هو فيديو أو شكل فهذا بكل بساطة الخطوات وهذه أهم المعلومات أو أساسيات الماك في بريمير برو والهين نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو لو عجبك الفيديو اكتب لي في التعليقات ولا تنسى اللايك وأيضا لو مهتم بتعلم المزيد لا تنسى الاشتراك وتفعل الجرس بيوصلك إشعار من اليوتيوب لما أنزل فيديو جديد على القناة وأيضا لو عندك أي سؤال أو استفسار أو اقتراح للقناة اكتب ليه في التعليقات وبرجع لك في أقرب وقت إن شاء الله شكرا على المشاهدة وأقدر دعمكم الدائم أتمنى لكم كل التوفيق في أمان الله